متابعين الكرام أهلا بكم من جديد كشفت شركة المجدوع للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية كشفت عن السيارة الرياضية المتعددة لاستعمالات شانجان CS95 والتي سوف تصل إلى دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا إلى أسواق المملكة العربية السعودية في الربع الثاني من العام القادم وتعتبر السيارة متعددة الاستخدامات ذات سبعة مقاعد وتنافس كلا من هيوندي سنتافي وتيوتا فورتنر ونيسان باثفايندر وكذلك كيا سورينتو وتمتلك السيارة محرك أربع سلندر ساعة اثنين لتر مع تيربو تشارجد يولد قوة 233 حصان و360 نيوتر متر من عزم الدوران وتتوفر هذه السيارة بنسخ دفع ثنائي وكذلك بنسخ دفع ربعي للعجلات من الداخل تمتلك السيارة مساحة واسعة وتقنيات متعددة تجعل القيادة أكثر متعة وراحة كما أن هناك مساحة كبيرة للأمتعة في الخلف كما قامت الشركة بعرض طراز شانجان CS35 والذي سجل الكثير من النجاحات على مستوى العالم خاصة بعد أن تم إدخال الكثير من التحسينات والتعديلات عليه أهمها إضافة خاصية أوتو بارك كذلك تم عرض طراز CS75 الرياضي المتعدد لاستعمالات ذي الأداء المميز على الطرق المعبدة والوعرة على حد سواء أيضا تم استعراض السيارة شانجان إيدو الرائعة والتي تنافس بقوة في فئة سيارات السيدان المتوسطة الحجم بمحرك ساعة 1.6 لتر والتي حققت مركزا متقدما في فئتها كذلك تم استعراض طراز V7 الطراز المدمج الرائد في فئة السيارات الصغيرة وقد تحدث السيد محمد بن علي المجدوعي المدير التنفيذي لشركة المجدوعي شانجان للمربع نتوى قال ألا سهلا حياكم الله يا المربع أعطيك العافية حدثنا عن جناح شانجان هذه السنة في معرض السعودي للسيارات في جدة حياكم الله وشرفتونا في زيارتكم في جناح شانجان هذه السنة طبعا زي ما أنتعارف هذه ثاني سنة نشارك فيها في معرض جدة للسيارات السنة الماضية احنا شاركنا بثلاث موديلات كانت CS75, CS75 ويدو السنة هذه عندنا أخو صغير اللي هو في سيفن مشارك برضو موجود عند المعارض وعندنا ندشنا لأول مرة بالخليج سيارة CS95 تخبر احنا عملنا لها تجربة الصيف وأنتو بعض الإعلاميين وبعض العملاء جربوها في الصيف وقريبا إن شاء الله خلال ثلاثة أو أربعة شهور جاية ندشناها رسميا في السوق الخليجي طيب هل في أسعار يعني بعض الناس يستفسر عن الأسعار حاليا إحنا لسا إحنا صراحة إحنا جبناها في الصيف نجربها فقط ما في أي هدف ثاني الهدف حاليا برضو نختبر أقبال العملاء عليها وراءهم بحيث أنه إذا احتاجت أي تعديل أو أي إذا كان رأيي العميل مثلا نغير حاجة ونبدل حاجة إحنا جاهزين لها فيهما إحنا نجيب المنتج يكون مناسب للعميل وفي نفس الوقت طبعا نوفر خدمة مناسبة للعميل ونوفر الخطة غير مناسبة وهذا ما يهمنا يعني رضا العميل هو الأساس الله يعطيك العافية شكرا شكرا أستاذ محمد إياكم إن شاء الله الله حييك رضا شكرا